في عيد الأم يعني شيء متعارف عليه في كل مكان بيقرأوا من سفر الأمثال إصلاع إصحاح 31 وهذا الإصحاح يعني بيتكلم شيء عجيب عن عن الأم خليني بسيك يعني أقرأ بعض الآيات مكتوب امرأة امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق الآلق بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياته حكينا عن النكد وعن النقل كثير بالعكس يعني فهون بالعكس زوجها مكتوب زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض وبتكلم عن الشغل والبزنس والاختراع وكل يعني والعطاء يعني شيء جميل جدا يريد تقرأوا سفر الأمثال إصحاح 31 من آية عشرة لآية 31 بعدين شو بقول تراقب طرق طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل خبز الكسل يقوم أولادها ويطوبونها سأعود أن أركز على خبز الكسل مثل ما ذكرته أنه ما ذبتش عندها هوية عندها شخصية لدرجة أنه واضحة الشخصية يقوم أولادها ويطوبونها زوجها أيضا فيمدحها بنات كثيرات عملنا فضلا أما أنت ففقتي عليهن جميعا الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية المتقية الرب فهي تمدح أعطوها من صمر يديها والتمدح أعمالها في الأبواب شو رأيك أحلى ما أقطع بيحكي عن المرأة أحلى ما أقطع بيحكي عن الأم لأنه بالحقيقة ثمنها يفوق اللقالق يعني أغلى من اللولو شو هالتعبير الحلو بس هل هيدا هل هيدا كل أم فينا نقول عنه هيك أنا بدي أقول لكل أم هيك اسمها الأم المثالية أو المرأة المثالية مرات بتسبب كقابة لبعض النساء أقول لك أنا بقدرش أصل لهذا الوضع لأ نحن ما عم نقول تحط أكتر من اللازم بس عم نقول أنه المرأة الفاضلة المؤمنة يلي المسيح بحياتها قادر يساعدها أنه تعمل هيدا الأشياء اللي قريتها هلأ حضرتك بنفس الوقت ما تدوب بشخصية لا زوجة ولا أولادها يظل عندها شخصيتها تعمل هيدا النوع من التوازن عندها كيان عندها كيان عندها وجود لازم هي تاخد إليه وقت لحالة تهتم بحالة لأنه بالنهاية الطاقة اللي عندها لح بتروح إذا ما شرجتها إذا ما ارتاحت إذا ما عارفت تهتم بحالة تاخد وقت لإليه كيف بدها تعطي؟ نحن منعطي لأنه مناخد لازم ناخد لنقدر نعطي فهيدي الأم هيك لازم يكون دورة تعبي وتعطي لأنه إذا بس عم تعطي عم تعطي وما عم بتعبي بدها توقع بدها تتشر أنت قلت في حلقة ماضية أنه المرأة نصف المجتمع نعم صحيح المرأة نصف المجتمع والأم هي صانعة الأجيال صو بالنهاية المرأة إلى دور عظيم كبير مهم فعال إلى تأثير إلى دور استثنائي هذا دور الأم مش معناتها أنه مثالي يعني معناتها أنه خلص دابت وراحت لا موجودة وفي إلا تأثير وبعدين النتيجة بتفرج يقوم أولادها ويطوبونها يعني أولادها شايفوا كل شي عملتهم تعلموا منها كانت هي المثال قدامهم مش مثل أولادها أولادها وأحفادها بس يقولونك وزوجها طبعا يمدحها أكيد كل رأسه مرفوع 100% الأم الفاضلة الحقيقة الرجل بيرفع رأسه فيها أكيد أكيد وهذا شي حلو هذا شي حلو تكون الأم أم مثالية محبة حقيقة المحبة شغلة مهمة تفرجي محبة مش حاكة الحاكة ما بينفع صدقوني لازم الأم تكون محبتها عملية تعمل وتقول لأولادها أنه بتحب نتعبر عن محبتها كمان بالقول لأنه كمان إذا الأم ما بتعبر لأولادها الولد ما بيعرف يعبر لا لمرطه ولا لأولاده فتعبير عن المحبة شغلة مهمة أكيد موسيقى